اكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم بلادنا لموقف جمهورية مصر العربية المشرف من القضية الفلسطينية ورفض اي محاولات لتصفيتها وتهجير شعبها المناظل من اجل اقامة دولته الوطنية كاملة السيادة واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى استقباله سفير جمهورية مصر العربية احمد فاروق بالجهود المصرية التي قادت الى هدنة انسانية مؤقتة لتبادل المحتجزين معربا عن امله في ان تفضي هذه المساعي المشتركة مع الاشقاء في دولة قطر الى حل شامل ومستدام ينهي معاناة الشعب الفلسطيني ويضمن تحقيق تطلعاته العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات كما تطرق للمساهمات اليمنية قيادة وحكومة وشعبا من اجل اغاثة الشعب الفلسطيني وخيارات نقل المساعدات الانسانية اليمنية بالتنسيق مع السلطات المصرية حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي اشتركوا في القناة